طبعاً أكتر واحد كان جنبك وبيساعدك في الكسة دية محمد بركات مسؤولة طاقة الإجابية على طول يعني ده بقى بظنش اشتغلت معك كتير كان بيشتغل معك أكتر مع اللعبية يعني بس أقول حيك حاجة بركات كان من أقرب الناس لياكم كنا أصدقاء جداً جداً ويعني حتى دايماً بركات رجل سهير زي حالتي فكان دايماً مثلاً نخلص الاجتماع بتاعة بعد العاشة ونقعد نفضل لأنه هو بقى ممكن نقعد بساعتين وثلاثة ونقعد نرغي ونضحك ونهزر شخصية جميلة جداً جداً ويعني ربنا يوفقه في المسؤولية اللي عليه يعني الحيي جداً يعني بس هو في أداءه في الملعب كان دايماً يديك طاقة يعني يقول أنت بتفاجر محمد بركات هو مبتسم وزكي وعنده أراضة وما بيهبطش يعني برضو لا أتحدث عن تفاصيل من جوه أنا أتحدث عن الشخصية دي النواية دي من اللاعبين هو شخصية قوية جداً 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 ولكن على قد ما تشوف بركات ممكن يكون بيتحك وبيهزر بس بركات في الشغل إنسان جد جداً جداً يعني عمره مثلاً في محاضرات من المحاضرات بتاعي ما مثلاً تخلف أو ألب الموضوع يظهر ولا أي حاجة من الحاجات دي تلاقيه في قمة التركيز في المحاضرة في برضو لو مستر مانول بيدي محاضرة وماتشط بتبص على عينه بتعرف قد إيه الشخص ده دي حاجات بقى على ممكن عودة تبص على العينه تبص لإيه فعلاً قد إيه الشخص ده بركز وده من أهم الممائزات وده أكتر حاجات اللي ساعدته إنه هو بيعرف يفصل إزاي إنه هو ممكن يضحك ويهزر وقت الجد بيبقى إيه؟ جد طيب ويمكن يعني ساعات في بعض الناس إحنا منستخدم اللي هي الميكانزمات الدفاعية فمن ضمن الميكانزمات الدفاعية لما تبقى محطوط تحت ضغط نسميها هيومور تلاقيه مثلاً شباب ده أخي يوم من التحان الصبحية وقفين أستاذ اللجنة عمين يتحكوا إيه الزهر وحاجات كده ده عشان يقللوا لإيه؟ ضغط النفس صح فهي دي ممكن تكون دي طريقته وبما إنها طريقته وبما إنها نكحة فنحيي عليه بروفو طبعا بروفو طبعا